موسيقى اهلا بكم في هذه الجولة الصحفية الجديدة مع ابرز ما طلعتنا به الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم البداية بالصحفة المحلية ومنشطات صحيفة الاخبار رئيس سيسي يؤكد مصر والسودان وحدة في المصاري والمصير رئيس يطلب الالتزام بأعلى المعايير في الجامعات الجديدة الجنود الصائمون يواصلون تطهير سيناء من الارهاب اربعة سيناريوهات لمواجهة ارتفاع اسعار النفط عالميا 80% من الدعم يصل الى 20% فقط من المستهلكين ومن صفحة الاولى لليوم السابع البيان الثالث والعشرون للقوات المسلحة حول العملية الشاملة سيناء 2018 القضاء على ثمانية تكفيريين البنك المركزي واحد واثنين من عشر تريليون جنيه زيادة في وداع البنوك خلال ثمانية عشر شهرا نار دعم البترول تلتهم دعم الغلابة الوقود يستنزف 2550 جنيها من كل مواطن مقابل 860 للسلع التموينية الف غرفة عمليات وتشكيلة أمنية لتأمين امتحانات الثانوية العامة ونقرأ أيضا من صحيفة المصر اليوم رئيس السيسي يؤدي يمين الولاية الثانية أمام البرلمان السبت أول قسم رئاسي بالنواب بعد الثورة تسوية ديون 36 سنة على الغزل ونسيج مجلس الوزراء يقر الأجراء تكملي لرواتب الموظفين تصعيد مفاجئ في غزة وجهود مصرية لوقف إطلاق نار البحوث الفلكية تؤكد لا خطأ في رؤية الهلال والقمر المكتمل طبيعي ونتحول إلى منشطات صحيفة الشروق التعليم أسئلة الثانوية العامة جاهزة في مراكز التوزيع فتح باب تقدم للمدارس اليابانية منتصف يونيو الرقابة الإدارية تكشف قضية رشوة كبرى بوزارة التموينة صلاح للمنتخب سأعود سريعا وطبيب ليفربول تجهي صلاح لمواجهة أوروغوي هدف صعب نحاوله تحقيقا إلى دور مصر في تسوية الأزمة الليبية الذي كان محور افتتاحية صحيفة الأهرام وقالت فيه أن مصر أكدت أمام مؤتمر باريس حرصها على تقديم كل دعم ممكن لجهود التسوية السياسية في ليبيا بدلت مصر جهودا كبيرة للتوصل إلى حل الأزمة الليبية ينهي وجود الجماعات المسلحة ويعلي سلطة الدولة ويحافظ على مؤسستها الأساسية وعلى رأسها الجيش الوطني الليبي إن مصر لديها رؤية محددة لدعم الحل السياسي في ليبيا تقوم على أن هذا الحل يجب أن يكون ليبيا من دون أي تدخل خارجي ووفقا لالتفاق السياسي الليبي ومبادرة الأمم المتحدة مع تطبيق كل عناصرها واستبعاد أي معالجة جزئية للأزمة وتوحيد كل الجهود الدولية لتصب في مضلة التحرك الأممي إلى عنوين صحف العربية والبداية مع صحيفة شرق الأوسط مخاوف من تصعيد واسع في غزة فرقاء ليبيا يتفقون على انتخابات في ديسمبر موسكو تتحرك لتفكيك عقد الجنوب السوري مفوضية الانتخابات العراقية تحذر من حرب أهلية تفخيخ حوثي لميناء من جنبها كتبت صحيفة الخليج الإماراتية إسرائيل تقرسن سفينة الحرية لكسر الحصار في بحر غزة الرحلة هدفت إلى تمكين الفلسطينيين من التمتع بحياة كريمة المقاومة تقصف إسرائيل لاحتلال ينفي تهدئة وواشنطن تسارع إلى مجلس الأمن اتفاق ليبي في باريس على إجراء انتخابات نهاية العام الرئيس العراقي يدعو للالتزام بالدستور واستهامات للبرلمان بخرقه ونبقى مع مطالعتنا الصحفية وهذه المرة الوقفة مع صحيفة الحياة اللندنية مؤتمر باريس خطوة نحو المصالح الليبية وما يعتبره لقاء تاريخيا تواكبه الأسرة الدولية العراق أمام خيارات عسيرة بعد قرارات تشكك بنتائج الاقتراع صفقة الجنوب السوري في مرحلتها النهائية الصفقة ترضي إسرائيل وتعزز مكاسب النظام قبل التسوية وتبعد إيران لبنان الحريري يتعهد بالتزام تفاهمات حماية الاستقرار مع الصحف الكويتية ومحطة هذه المرة صحيفة السياسة إسرائيل تقصف مواقع لفصائل فلسطينية في غزة ردا على إطلاق قضائف الحديدة على مشارف التحرير وقطع شريين الحوثي الإيرانية الصدر يدعو إيران وأمريكا إلى عدم التدخل في شؤون العراق والجبوري طالب بتصويب أخطاء شابة الانتخابات التشرعية وننتقل إلى مقالات الصحف العربية ونطالع من صحيفة القدس الفلسطينية مقالا بعنوان غزة على فوهة بوركان يقول كاتب لا حاجة لوصف الوضع المأسوي الذي يعيشه أهل قطاع غزة على المستويات كافة لأن ذلك أصبح معروفا للعالم كله وتحدث عنه الكثيرون قبل أسابيع بدأت في غزة مسيرات العودة السلمية وكان رد الاحتلال كما هي العادة دمويا بامتياز إن حل أزمة غزة لا يكون بإسالة المزيد من الدماء وإنما في رفع الحصار وتحسين الأوضاع المعيشية والمسؤولية الأكبر تقع على عاتق السلطة الفلسطينية لأن الشعب ليس عليه دفع فاتورة الخلافات السياسية غزة على فوهة بوركان ويجب العمل على وقف ذلك فورا ونتحول مع حضراتكم في جولتنا الصحفية إلى أبرز ما جاء بالصحف العالمية وقفتنا وولد ستريت جورنال الأمريكية زعيم اليمين المتطارف في إيطاليا يحصل على دفعة قوية ماتيو سالفيني الذي حول حزبه إلى قوة يمينية متشددة يضع عينه على رئاسة الوزراء وارتفع شعبية السياسي المثير للجدل حسب استطلاعات الرأي قبل انطلاق قمة بيونجيانج واشنطن المرتقبة بومبيو يلتقي مسؤولا رفيعا من كوريا الشمالية ونطالع من صحيفة ديفلت الألمانية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تدخل جولة ثانية بعد تلويح بتهديدات جديدة تستهدف رجال المال والأعمال بصفة خاصة بعد حادث الطعن في مدينة ليج البلجيكية الذي رحض حياته شرطية نؤحد المارة الشرطة تقول نشتبه أنه حادث إرهابي بعد أسابيع من النزاع الشرطة الفرنسية تقوم بإخلاء أكبر مخيم للمهاجرين غير الشرعيين في باريس جيروسولم بوست الإسرائيلية ومتابعة خاصة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة الجيش الإسرائيلية ردوا على إطلاق السواريخ من قطاع غزة ونتنياهو يتوعد برد قاسل كبار النواب الديمقراطيين يحذرون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من استخدام إسرائيل لتحقيق مكاسب سياسية على المدى القصير ويرون أن ما تقوم به سيقود دعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري للدولة اليهودية ونقرأ من الاندبندنت البريطانية نحو نصف مليون شخص يوقعون على عريضة إلكترونية تطالب للتحادين يويفا وفيفا بمعقبة سيرجيو راموس قائد ريال مدريد لتعامده إذا نجم مصر وليفربول محمد صلاح في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا المالي مامادو جساما سبايدر مان باريس منح البطل الذي أنقذ طفلا من الموت الجنسية الفرنسية ما يطرح تساؤلات حول أوضاع المهاجرين وطريقة التعامل معه إلى الأزمة السياسية التي تعصف بإيطاليا بسبب صعوبة اختيار رئيس للوزراء كانت محور اهتمام صحيفة الجاردين البريطانية العنوان إيطاليا تواجه تحدي تغيير النظام وفي التفاصيل سؤال هل الاختبار السياسي الجديد الذي تواجه أوروبا سينطلق من البلد الذي سيتحول فيه الحال من الديمقراطية الليبرالية وينزلق إلى الشعبوية إن الأزمة التي تعاني منها إيطاليا حاليا لاختيار رئيس جديد للوزراء بعد عدة أشهر من الانتخابات لم تنجح خلالها حتى الآن في تشكيل حكومة تهددها بالعزلة الدولية الطيار الشعبوي لن يتخلى عن برنامجه أو مبادئه ليعيد إلى الأذهان حقبة هتلر وموسيليني واليوم أرهان على المجتمع الدولي الذي يجب عليه الوقوف أمام تلك السياسات التي تهدد كيان دولة تعد أحد أهم اقتصاديات لتحديد أوروبي وآخر محطتنا للوقفة مع الرسوم الكاريكاترية الأبرز في صحفنا اليوم موسيقى تتم جولتنا الصحفية شكرا للمتابعة وإلى اللقاء موسيقى